من الأمور النادرة أن تقوم الدول بتغيير اسمها ومن أشهر الأمثلة في هذا الموضوع هولندا وتركيا هولندا كانت تسمى هولند أو The Netherlands لكن بداية من عام 2020 تم إلغاء اسم هولند بصفة رسمية وأصبح الاسم المعتمد The Netherlands وكان الهدف هو الترويج السياحي للمدن الهولندية غير المعروفة بجانب المدن المعروفة مثل أمستردام الدولة الثانية هي تركيا وغيرت اسمها باللغة الإنجليزية من تركي إلى تركيا وكان الهدف هو ربط تركيا بحضارتها المعروفة وكذلك للتفريق بين كلمة تركي بمعنى الديك الرومي وتركيا أي دولة تركيا يسمى هذا الموضوع Be Branding أو تغيير الاسم بهدف الترويج السياحي أو الاقتصادي هولندا أصبح اسمها The Netherlands وتركيا أصبح اسمها تركيا تركيا أصبح اسمها 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 تركيا أص